زوايا المضلع مجموعة قياسات الزوايا الخارجية للمضلع طيب شفنا زوايا المضلع الداخلية خلينا نشوف الخارجية أول شي خلينا نفهم يعني إيش زاوية خارجية هي ببساطة الزاوية D نجعل الضلع ونمده على الجانب ونحصل على الزاوية الخارجية بس نمد الضلع من جانب واحد فقط يعني لا تمد الضلع على الجانبين بهذه الطريقة وتقولي هذه زاويتين خارجية خطأ المضلع من جهة واحدة فقط ونعمل نفس الشيء مع هذا الضلع وهذا وهذا وخلينا نسمي هذه الزوايا زاوية واحد وزاوية اثنين وزاوية ثلاثة وزاوية اربعة طب الزوايا الخارجية دي كم حيكون قياسها نظرية تقول ان مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع المحدب دايما يكون 360 درجة يعني هنا قياس الزاوية واحد زاوية اثنين 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 سيكون 360 درجة وكلان دايما ينطبق على اي مضلع يعني لو خدنا نضلع الخماسي ورسمنا الزوايا الخارجية سنلاق ان مجموع قياسات الزوايا يعني قياس الزاوية واحد زاوية اثنين زائد قياس الزاوية 3 زائد قياس الزاوية 4 زائد قياس الزاوية 5 سيساوي 360 درجة أي أن كان المضلع المجموع يساوي 360 درجة وخلينا نحل سؤال على كلام فالسؤال يقول لي أوجد قيمة X في الشكل المجاور نلاحظ هنا أنه X موجودة في الزوايا الخارجية لمضلع ونحن نعرف أن مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع سيتساوي 360 درجة نكتب المعادلة يصبح لدينا 2X-5 زائد 5X زائد 2X زائد 6X-5 زائد 3X زائد 10 يساوي 360 درجة نحن للمعادلة نجمع الليكسات مع بعض يصبح لدينا 2X زائد 5X زائد 2X زائد 6X زائد 3X ناقص 5 ناقص 5 زائد 10 يساوي 360 نبسط الناتج يصير 18X يساوي 360 نكسم الطرفين على 18 وصالة الـ X تساوي 20 وهذا هو المطلوب فالسؤال بيقول أوجد قياس الزوايا الخارجية للتساعي المنتظم هنا قال لي أن المضلع تساعي منتظم يعني كل أضلاعه وزواياه متطابقة ويبغى الزاوية الخارجية وبما أن المضلع منتظم يصير حتى الزوايا الخارجية حتكون متطابقة برضو يصير لو اهترضنا أن الزاوية الخارجية قياسها يساوي X يصير 9 في X سيساوي 360 درجة نكسم الطرفين على 9 يصير X ستساوي 40 درجة يعني الزاوية الخارجية في التساعي المنتظم حتساوي 40 درجة وبكده انتهى الدرس والمقطع القادم حنحل مسائل تحقق من فهمك